قبول الديقات كشاركة في صليب المسيح التجربة الثالثة أيهما نختار التأمل والفرح المفرد ولكن مع الراحة أم الفرح والسلام مع الديقات والآلام أخبرنا أبونا عن هذه التجربة بقوله بدأ الله فجأة يدخلني في تجارب عنيفة تفوق قامتي فقد بدأت الناحية السلبية تستعلن في علاقة الله معي وابتدأ ما يعتبره الفلاسفة خرافة الشيطان يتحقق عمليا بالمواجهة في حياتي ولكن لكي أسهل عليكم لا أقول شيطان بل سأقول التجارب السلبية لأنها أعظم ما يعبر عن شخصية الشيطان ففي البداية لم أحتمل وبدأت أتذمر وأرفض فبدأ الله يزيد التجارب فصممت على الاحتجاج والرفض وصمم الله على المزيد من التجارب وزيادة عنفها فبدأت مرة أخرى أدخل في علاقة مع الله للدخول بالصورة الأخرى المكروهة لدى الإنسان لماذا يعامل الله الإنسان بهذه السلبية؟ ولم يكن الجواب سهلا فحينما ازدادت التجارب جدا وازداد معها انتباهي للنواحي السلبية في علاقة الله بالإنسان ابتدأت الصورة تظهر أمامي واستعلن أمامي سر الصليب فالصليب يمثل أعنف معاملة سلبية لله مع الإنسان وقد كتبت كتاب مع المسيح في آلامه وموته وقيامته عام 1960 وأنا في عمق الألم وفي محاجات مع الله مثل أيوب إذ كنت أتوسل بنسك وصلوات حارة متواترة لكي يكشف لي الله عن الخطيئة والعيوب التي في لكي أتوب عنها وأعدل من حياتي ظنًا مني أن هذه التجارب أو السلبيات هي نتيجة عن وجود أخطاء وعيوب في حياتي فكانت إجابة الله جملة واحدة هل من الضروري أن تتألم من أجل خطاياك؟ ألا تريد أن تتألم معي وتشاركني في صليبي؟ ومنذ هذه اللحظة بدأت أكتب هذا الكتاب وبدأت كل كتاباتي تتغير وتتركز في المعنى الإيجابي وكاعتراف أمامكم أقول أن الملكوت الذي في الإيجابيات الحلوة السهلة بالتأمر والفرح المفرط لا يساوي شيئًا بجوار السعادة والفرح والسلام الذي حصلت عليه من الناحية السلبية لما أخذتها إيجابياً ترجمة نانسي قنقر